اشتركوا في القناة والمركز الاول في جائزة الاتحاد لطيران الكبرى للفورميلا ون ضمن بطولة العالم لسباقات الفورميلا ون واكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان الجهود المخلصة والمساعي الحثيثة التي توالي بذلها شركة ممتلكات البحرين القابضة نحو تنمية استثمارات الشركة وترسيخ مكانتها تسهم في دعم مساعي تنويع القاعدة الاقتصادية التي ترفض اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى ولفت سموه الى الحرص المتواصل الذي توليه مملكة البحرين على تطوير البيئة الاستثمارية بالمملكة ورفضها بكافة الموارد والسبل والامكانات الدائمة بما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات في مختلف المجالات لا سيما الرياضية منها ايمانا بالاسهام الكبير لقطاع سباقات السيارات ضمن الاستثمارات الدائمة لعجلة التنمية الاقتصادية والتي تسهم في خلق الفرص النوعية وتحقيق الاهداف والتطلعات المرجوة